المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين أصباب نجاح أسد الحج أشتراك مع وزارات الدولة في ثلاث تطعيمات الحج مهم جدا أن الحاج يأخذها ويحرص عليها مع بدء العد التنازلي لموسم الحج تكثيف للاستعدادات والتوعية في الحسبان توجيه بمتابعة حالة الفنان عبدالحسين عبدالرضى وبرقية طمئنان من أمير البلاد وقعوا عليها هالقطر وبعدها جبناها لها الكويت وبرنا صباح يستاهل والله يوفقه في وساطة الحالية هاللي هو يعمل عليها بجهد قطر تثمن جهود أمير الإنسانية وتعرض رسالة شكرها في أحد الأبراج الكويتية ثمانية عشر عقد صيانة لطرق الكويت بعضها في اللجنة المركزية يترقب التوقيع وفي النشرة تقص الكويت على موعد مع ارتفاع معدل الرطوبة النسبية حوالي نصف مليون حاج وصلوا الديار المقدسة عبر مختلف المنافذ السعودية حتى اليوم ومع بدء العد التنازلي لموسم الحج أكدت وزارة الصحة أهمية التعاون التنظيمي مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعزيز التوعية الصحية لجميع الإداريين المشاركين في بعثة الحج جاء ذلك على هامش تنظيم يوم توعوي مفتوح في وزارة الأوقاف لإداري بعثة الحج الكويتية حيث تنبع أهمية رفع التوعية بالجوانب الصحية لدى المشاركين في البعثة انطلاقا من دورهم المهم في توعية الحجاج للحفاظ على سلامتهم فضلا عن مسؤوليتهم عن سلامة وأمن الحجاج الآخرين معرضنا متميز بالتنسيق مع وزارة الصحة وهناك بالخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف دائما الشراكة ونحن دائما في وزارة الأوقاف من أسباب نجاح بحثة الحج الشراكة مع وزارات الدولة أود وأن ننبه الأخوة في دولة الكويت المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بأن الاتزام في التعليمات الصحية والتطعيمات نحن عندنا الحج التطعيمات فيه ثلاث تطعيمات للحج مهم جدا أننا الحاج يأخذها ويحرص عليها تطعيم الأوي تطعيم ضد السحاية التطعيم الثاني تطعيم الانفلونزة الموسمي هذا إبرة وحدة كل عام يأخذ إبرة وحدة التطعيم الثالث تطعيم الرأوي نيمو كوكل هذه إبرة وحدة كل ثلاث سنوات وفي الديار المقدس اعتمد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الخطة العامة للطوارئ بالحج وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق إسليمان العمرو أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لجهود حكومة خدم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج هذا وأعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية وصول أكثر من 485 ألف حاج إلى السعودية عبر منافذها الجوية والبرية بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية إلى الفنان عبد الحسين عبد الرضا إثر العارض الصحي الذي ألم به ودخل على إثره أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن سائلا المولى عز وجل أن يمنى عليه بالشفاء العاجل وموفور العافية والعودة إلى أرض الوطن وسط أهله ومحبي لمواصلة مسيرة عطائه الفني الحافلة بالتميز والإبداع وبعث كل من ولي العاد ورئيس مجلس الوزراء ببرقيتين مماثلتين بدوره أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تأثره بما أصاب الفنان عبد الحسين عبد الرضا متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سالما لذويه ومحبيه وكتب الرئيس الغانم عبر حسابه على تويتر ألمنا كثيرا خبر الأزمة الصحية التي تعرض لها عملاق الفن وأحد أهم رواد المسرح الكويتي والخليجي عبد الحسين عبد الرضا والذي أثر الحياة الفنية وأغناها بعطائه اللامحدود ونسأل الله العلي القدير أن يمنى عليه بشفاء عاجل لا يغادر سقما وأن يعود سالما لذويه ومحبيه هذا وأجرى وزير الصحة جمال الحرب اتصالا هاتفيا بعائلة الفنان الكبير للإطمئنان على صحته كما وجه المكتب الصحي في لندن بوضع كل الإمكانيات تحت تصرفها والمزيد انضموا إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي أولا دكتور هل مكتبكم الصحي في لندن على تواصل دائم مع ذو الفنان لمعرفة ومتابعة حالته بداية مساء الخير ولا شك أن أسرة وزارة الصحة مثل كل مجتمع الكويتي جزء من مظاهرة حب ودعاء النشو الله سبحانه وتعالى فناننا الكوير عبد الحسين عبد الرضا فلا عجب أن كان وزير الصحة على رأس هذا الهرم الذي هو هرم وزارة الصحة بالتواصل للتطمنان على صحته وأعتقد أن كان هناك اتصال مباشر مع أسرة الفنان ومع المكتب الصحي وعلى رأسه رئيس المكتب دكتور فيصل الصفي الذي هو على متابعة لصيقة وحفيثة لتطورات الأحداث والحالة الصحية لفناننا الكبير عبد الحسين عبد الرضا ابقى معنا دكتور تفاعلت وزارة الصحة مع حالة المعاق الكويتي الذي عرضها تلفزيون الراي مساء أمس وقال دكتور فوزان العنجري من مكتب وزير الصحة في اتصال مع الراي أن الوزير الدكتور جمال الحربي كلفه بمتابعة الحالة وتوفير ما يلزم لها ونعود مجددا للدكتور أحمد الشطي المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور كيف تلقيتم خبر هذه الحالة وما مدى تفاعلكم معها؟ أمانة هناك أجزة رفض لدى وزارة الصحة لمتابعة كل ما ينشر بخصوص وزارة الصحة بصفة عامة والمرضى ومن لهم تجارب يعني تحتاج نوع مدعم أو تسهيل بصفة خاصة في وسائل التواصل هذه الحالة حقيقة هي تتكلم عن حالة في مرض نادر اللي هو اسم جينيك الفكتة وهو فيه ثلاث أربع عوائل عندنا في الكويت يعانون منه تؤدي إلى حشاشة العظام وتعرضها الكسر بسهولة بسيطة جدا مسؤولية مشتركة حقيقة من الطبيب المعالج مرة ومن ذو المريض والمريض مرة أخرى في جوانب احترازية كبيرة في تجنب كل ما يدعو إلى الكسر أمانة ما أعتقد الآن توجيهات بأنه جرافة الوضع من حيث التقارير الحديثة اللي ممكن تحصل لها عدم التردد في إسناد كل ما يحتاج المريض من ناحية الطوارئ أو العلاج العاجل وبعد أن تتقر الحالة سيتم التعامل معه بالاتجاه الصحيح بما يكفل نوعية وجودة حياته بما يخفف العبعال من حوله نعم الدكتور أحمد الشاطي المتحدث باسم وزارة الصحة شكرا جزينا لك تفويضات إضافية لرؤساء المكاتب الصحية في الخارج منحها وزير الصحة جمال حربي بهدف تسهيل إجراءات علاج المرضى المفدين إلى خارج البلاد وتشمل التفويضات الموافقة على نقل مكان العلاج من ولاية إلى أخرى بالإضافة إلى شمول المريض بزيارات تمريضية منزلية مدة لا تزيد على شهر كما أن رئيس المكتب الصحي حاليا أصبح يمتلك قرار الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء مع اختار لجنة العليا كما أصبح يمتلك سلطة التمديد شهريا للأطفال من المفدين للعلاج من السرطان أو حالات زراعة الأعضاء تقديرا لمواقف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجهوده الرامية لرأب الصدع الخليجي ضمن الوساطة التي تقودها الكويت قام شباب قطريون بعرض جدارية ضخمة تحمل صورة أمير البلاد في برج الحمراء في الكويت كرسالة شكر وتقدير لجهود أمير البلاد والشعب الكويتي عموما فعالية بدأت من بعد ما بدأ المجهود سيدي سمو الأمير صباح والمبادرة والوساطة التي كان عليها في شهر رمضان والتعب الذي جاء الله يطوه له بعمره فحب أن نشكره ونفس ما قلت لك سمو الأمير تمين بن حمد قال لنا نحن قوم ملتزمون بموادئنا وأول مبدأ مبدأ الوفاء وأنتوا ياهل الكويت أهل الوفاء والكرم عموما الصورة هذه رسمناها في إسطنبول وصممناها وصنعناها في إيطاليا وودناها الدوحة وقعوا عليها هالقطر وبعدها جبناها لها الكويت وبن الصباح يستاهل والله يوفقه في وساطة الحالية التي يعمل عليها بجهد وإن شاء الله أن تكلل وساطة بالنجاح بإذن الله ثمانية عشر عقد صيانة لدى وزارة الأشغال العامة خاصة بالطرق ومعالجة مشكلاتها منها ثلاثة عشر في اللجنة المركزية للمناقصات من المتوقع توقيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق ما أكده وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع على هامش تفقده بمشاركة النائب صلاح خرشيد بعض مواقع أعمال الصيانة التي تنفذها الوزارة وأضح المطوع أن هذه العقود الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة التي تستهدف صيانة الطرق ومعالجتها كما استهدفت الزيارة التفقدية إجراء تشغيل تجريبي لأجهزة معالجة الحفر والهبوطات بالإسفلت باستخدام تقنية الإسفلت البارد أعلنت وزارة التجارة والصناعة فتح باب التسجيل لإصدار الرخص الحرة متناهية الصغر عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال موضحة أنها تستقبل الآن طلبات الرخص الحرة متناهية الصغر من خلال الموقع الإلكتروني والذي يتيح أيضا معرفة الخطوات والشروط الواجبة لإصدار تلك الرخص الحرة كذلك أوضحات التجارة أنه عقب الانتهاء من تقديم الطلب وأخذ الموافقة على التأسيس من وزارة الداخلية يجب على المؤسس القيام بزيارة مركز الكويت للأعمال للتوقيع على عقد التأسيس واستلام السجل التجاري للشركة بحثت وزارة التربية ممثلة بالتنمية التربوية والأنشطة ووزارة الداخلية ممثلة بإدارتي العلاقات العامة والإعلام الأمني استعدادات كل منهما للعام الدراسي الجديد وعقدت الوزارتان اجتماعا تنسيقيا تم خلاله استعراض آلية تنفيذ الخطة الأعلامية الموضوعة في هذا الشأن التي تشتمل على حملة أعلامية متكاملة بالإضافة إلى تنفيذ فلاشات توعوية إذاعية وتلفزيونية ولقاءات مباشرة مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية المختلفة ذات الصلاة بالإضافة إلى برنامج توعوي أمني مروري سيتم تنفيذه خلال العام الدراسي في الشأن القضائي أجلت محكمة الجنايات قضية المحامي هان حسين مثير قضية وجود بنغالي منتحل لشخصية طبيب كويتي وذلك إلى السابع عشر من أغسطس كما رفضت طلبا لإخلاء سبيله أخمدت فرق الإطفاء حريقا اندلع في شاليه في منطقة الشعب وفي التفاصيل فقد هرع رجال إطفاء مركز حوالي إلى موقع الحريق حيث تبين أنه اندلع في شاليه في الشؤون الهندسية التابعة لوزارة التربية حيث قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات فيما اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية نظمت دائرة تنمية القوى العاملة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حملة تطوعية تحت عنوان احنا قدها وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية الصيفية الأربعين لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية والتي جاءت تحت شعار التنمية المستدامة لمستقبل الكويت الطموح وأوضحت مدير معهد الأبحاث سميرة السيد عمر أن الحملة تسعى لغرس روح الإبداع والتحفيز على البحث العلمي في نفوس الطلبة والطالبات هذه الدورات التدريبية منظمة كل سنة يقوم فيها مع الكويت الأبحاث العلمية بتدعم المساندة من مؤسس كويت تقدمها العلمي وجهات أخرى وفي هذا طبعاً البرنامج التدريبي هو مستمر يعني عندنا كل سنوات نقوم فيه وهذه السنة يعتبر احتفال خاص لأننا نستكمل أربعين سنة من جهود المعهد في تنمية الشباب وقدراتهم في مجال البحث العلمي والتطوير طبعاً احنا متواجدين اليوم في حملة انطلاقة حملة احنا قدها اللي قدمها وشارك فيها الطلبة والطالبات المشاركين في الدورة التدريبية الأربعين لتحت شعار التنمية المستدامة لمستقبل الكويت الطموح قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد عبد العزيز لقراوي إن أهم ما يمز التقص في الأيام المقبلة هو ارتفاع الرطوبة النسبية أوضح لقراوي أن السبب ارتفاع الرطوبة نظراً لتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوباً بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبياً ما يزيد من الإحساس بدرجة حرارة التقص في بعض المناطق خصوصاً السحلية كما توقع تقصاً حاراً ورطباً خصوصاً على المناطق السحلية نهار غد الجمعة مع رياحاً جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة اتهم موقع ويكيليكس وكالة الاستخبارات الأمريكية بامتلاكها برامج تمكنها من التحكم بالكاميرات والمايكروفونات ونشر الموقع مجموعة جديدة من الوثائق السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متعلقة بعمل برنامج جمع فيديوهات واستقطاع الصور منها وأشارت تقارير أهلامية إلى أن موقع ويكيليكس كان قد نشر أول مجموعة من وثائق السي آي اي في مارس الماضي تحتوي على أكثر من ثمانية آلاف ملف كانت مخزنة في شبكة داخلية لمركز الاستخبارات الإلكترونية الواقع في مقر الوكالة في ولاية فيرجينيا اتخذت الشركة فيسبوك أكبر خطوة حتى الآن للمنافسة في سوق مشاهدة تسجيلات الفيديو بتوسيع نطاق عروضها المصورة لتشمل مباريات كرة السلة النسائية وعرضا لرحلات السفاري وبرنامجا لرعاية الأبناء وقالت الشركة أن المنصة التي سيطلق عليها السيم ووش ستكون متوفرة في بادئ الأمر لمجموعة محدودة في الولايات المتحدة كانت فيسبوك قد أضافت تبويبا للفيديو العام الماضي وألمحت منذ الشهور إلى أنها تريد أن تصبح مصدرا لتسجيلات فيديو أصلية أو جيدة الإنتاج بدلا من التسجيلات التي يعدها المستخدمون سوق المال تنهي أسبوعها على تباين المؤشرات ومستويات السيولة تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية شهدت تعاملات برصة الكويت هذا الأسبوع تباينا في أداء المؤشرات الرئيسة وتفاوتا في السيولة وغياب مضاربات الأسهم الصغيرة وقد أغلقت السوق تداولات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 22 نقطة وأيضا نقطتين للمؤشر الوزني بينما انخفض مؤشر كويت 15 بنحو نقطة واحدة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 19 مليون و400 ألف دينار كويتي قالت مجموعة زين للاتصالات أنها أبرمت اتفاقا نهائيا لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة أي ما يمثل نحو 10% من حصة زين المدفوعة بالكامل من رأس المال إلى شركة الاتصالات العمانية عمانتيل وقالت المجموعة أنه بموجب هذه الاتفاقية فإنها ستبيع أكثر من 425 مليون سهم إلى شركة عمانتيل مقابل 600 فلسن للسهم الواحد مضيفة أن عملية بيع أسهم الخزينة ستحقق نحو 255 مليون دينار كويتي قبل المصرفات كشفت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك عن توقعات بزيارة الطلب العالمي على النفط الخام للمنظمة خلال العام الحالي ليصل إلى 32 مليون و400 ألف برميل يوميا قالت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على نفط المنظمة يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بمعدل 400 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات العام الماضي في حين من المتوقع أن يحافظ الطلب على مستوياته العام المقبل متطابقا مع مستوى هذا العام في مصر أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعب العام والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 33% في يوليو وذلك من مستوى 30% في يونيو وسجل التضخم في مدن مصر اليوم أعلى مستوياته منذ يونيو عام 1986 البرازيل في صدارة التصنيف العالمي لفيفا والكويت تتراجع مركزا التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا في الرياضة شهد التصنيف الشهري لإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تباينا في مراكز المنتخبات العربية ما بين الصعود والهبوط والثبات وحل منتخب الكويت في المركز الرابع والسبعين بعد المئة متراجعا مركزا واحدا عن الشهر الماضي وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى على مستوى العالم البرازيل على القمة ثم ألمانيا فالأرجنتين فالسويسرا ثم بولندا فالبرتغال فالشيلي ثم كولومبيا فبلجيكا وأخيرا فرنسا كذلك تراجع المنتخب المصري مركزا واحدا ليحتل المركز الخامس والعشرين عالميا في حين صعد المنتخب السعودي مركزين ليحتل المركز التاسع والخمسين عالميا رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عرضا ثانيا من برشلونة الإسباني بلغت قيمته 100 مليون يورو لضم لاعبه البرازي فليبي كاتينيو بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية ويسعى برشلونة إلى ضم كاتينيو لتعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جوغمان الفرنسي الأسبوع الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو هذا وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ليفربول أبلغ برشلونة مجددا أن كوتينيو ليس للبيع قبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيو في أمان الله اشتركوا في القناة